هذا يلا بسم الله نبدأ ما شكرتم يعني يجيني ذاك شعور اللي لازم تشكر شخص بشخص وقات كثيرة للأسف نصدقها خلاص الواحد يقول انا ها بحدي يمكن ما ينطقها لكن فراسة موجودة والله عقل يقول لي يكمل لكن جسمه خلاص صار ما شدان في وقت انا ما متعودين على ركب فوي صارت هنا مشكلة تحس انه جسدك ما قادر يشيلك وانت تريد تريد يتكمل شي عاطقيا صعب فكان بالنسبة لي صعب واجد صعب اني صعب اني اوصل لهم هذه الرسالة خاصة اني كنت مدرك انه ما في كامل ما في كامل قواي الحين ممكن اقول شي اجرح في احد ترى القلم شي حقيقي ما شي نقدر نهرب منه وما من مصرحتنا نهرب منه اصلا نحن نولدنا بقلم كل المسافة نحصل لحد بزير الحماس رغم التعب نعم التعب موجود وهذا هذا لي سبب الله سبحانه وتعالى جعله لي سبب فما المفروض اني هرب منه جلس تشوف الحياة كلها في هذه 12 ساعة اشتركوا في القناة موسيقى 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 من الكيلو رقم واحد لحد 97 وهو ما اي كان هذاك صمته هو اللي كان تحتاجه تماما فاهم صمته تسيرك قدامي طول المسار طول المسار لحد ما وصل سبعة وتسعين رجوله ثنتين وقفا تماما وبعدها يقول لي خلاص كملت لما تعرف انه في واحد هو كذا ويعرف انه ما بيظهر ولا حد بيتكلم عنه ولا شي تعرف انه ما بتوصل بروحه مشكوريني افعل المشاركة وهذا الشيء وايد يعميني كل واحد يدير باله على نفسه يدير بالكم على بعض اركض اللي تقدر عليه يالله بسم الله يالله يا شباب يالله يالله يا شباب يالله والله تحتين ان شاء الله شباب قدها وان شاء الله قادريني يكملوا المشوار كملت 14 اول مرة في حياتي اتعدل العشرة لانه ما يكفي العشرة صح عبد يريدوا وصلنا رسالة و كلنا انه السمتنى هو چلار عباسلنا لكن träقائنا ما علينا و...ما Martin صح عراب فتنا تتفني لالله إيكل يكمل لكن جسمي خلاص صار له شدة ونتوقع لأن عضلتي خلاص ما قادرة لما وقفت الحين صار شد وما قدر توقف أصلا شوف قاعدين يمكن ألا مقوي ما شي سهل لما تحس انه جسدك ما قادر يشيلك وانت تريد تريد تكمل شي عاطفيا صعب بعد شوية تبس خلي اللاكتك وهذه الأشياء تخف نص ساعة وبالحق الشهر ايش اللي صار معك؟ لأنه ما متعودين على ركب طويل صارت هنا مشكلة وصار هنا ألم على قولتهم الرجل تستوي طابوك أسمنت تضرب في الأسمنت فنعطيها شوية راحة نص ساعة وبالحق الشهر خالد وعثمان مع أنهم أنا عارف كمية الألم اللي صارت عارف أنهم وقفوا لأنه خلاص وصلوا حدهم موسيقى 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 المعنويات الطيبة والشباب ما شاء الله عليهم يعطوك معنوية شوية كابتن خالد كابتن حمد والكابتن هون قصري ما شاء الله عليهم مع بعض نشتغل إن شاء الله لهم طيبة ونوصل ونعد المسافة إن شاء الله تعالى شواب خلصنا 55 يكفي أو ما يكفي؟ ما يكفي ما يكفي اللي صار في السباق هو بالضبط هذا كانت بالنسبة لي رحلة مع ذاتي وكان صديقي فيها الألم الشيء الغريب اللي صار في هذه الرحلة إنه الألم ما كان عدو ما كان شيء أحاول أتجاهله ولا أحاول إنه يختفي قد ما أقدر كنت أحاول إنه أعترف بي في وخزات وخزات ألم لكن الألم يثبت إنك حيبة يقول لك إنك أنت حيبة موسيقى خادعي؟ لأنه الألم شيء حقيقي هو الجزء من رحلتنا فلما كان يجيني ألم في رجلي مثلاً كنت أكلمه وأقول له أنا أعرف إنك أنا موجود وأعرف إنك موجود لسبب أنا حطيتك تحت ظروف كبيرة أنا أعرف إنك أنت موجود عشان تحميني لا تخاف أنا أهتم فيك كنت أقول هكذا للألم والشي الغريب جداً إنه كان يختفي وأعس فيه فأنا أتمنى من الكل يركض ولو دقيقة أو ولو كيلو أو كيلوين أتمنى لكم توفيق؟ أتمنى لكم أتمنى لكم هذا الشخص من الناس اللي أبهلوني حافين أنا كنت في الستين كيلو كانت مشاعرنا شوية تنس يعني كنا داخلين في عمق التجربة يعني فاهم؟ وهو جاي بتوه فرش بحماسه وأنا أقدر هذا الشي إن شاء الله معاكم أعطيكم الصبور بإذن الله وأحمسكم إن شاء الله أكيد تنينية قوية يعني هذا الشي يعني الحقيقة إن هذا الشي يعني الجاز اللي راح تعمل وويش ما؟ ما يكفي أبدل ويوقف في البداية كنت أحاول إنه أرجوك يعني عطيني مساحتي في البداية مع بداية 2020 قلت إني لازم أخسر وزن كان 117 وصلت إلى 100 أو 98 20 كيلو نسلت شباب ممكن نتفق على حاجة؟ جيد ممكن شباب ممكن ما أحد يصارخ ما أحد يشغل ميوزيك ما أحد يزعج سوري بس محتاج شوية محتاج مساحة خاصة شباب ممكن نتفق من لما دخلت هذا الـ هذا الـ يجول لي قتلك عنه الحين وهذه المرحلة من التفكير ومن الإدراك ومن الإحساس وحسيت أنه هو عشان أكمل أنا محتاج شعلك شيء محتاج داخلي أن أكون مرتبط بالسبب وفي نفس الوقت أنا كنت عارف هما ليش يصرون أني يسوي كده عارف ليش اللي جالسي صارخ يصارخ وليش اللي جالسي شغل أغاني أنا عارف هما ليش سوي كده هم يريدوا يساعدوني بهذه الطريقة لكن هم ما عارفين كيف يساعدوني فكان بالنسبة لي صعب واجد صعب أني صعب أني أوصل لهم هذه الرسالة خاصة أني كنت مدرك أنه ما في كامل ما في كامل قواي الحين ممكن أقول شيء أجرح فيه أحد وأنا متضايق وتعبان لكن بعدها أدركت تماما أنه عشان هم يساعدوني أنا لازم أبين لهم هذا الشيء أنا عارف أنه عشان تكمل أنت محتاج سلوب داخلي ما محتاج حماس من بره إذا عندك السبب الداخلي كل شيء بره بتعكسع في هذا السبب بتعرف أن الناس اللي حولي جايين عشان يحملوا الرسالة لكن إذا أنت كنت معتمد تماما على الحماس الخارجي ترى حماس بيروح ولما اللي مور بتصير صعبة ما بتقدر أنا ما أريد هذا الشعور يخلص الناس اللي ما كانوا مدركينه ما كنت أريد هذا الشعور يخلص أنا ما كل يوم بكون في هذا الشعور فما أريد يخلص أريد يستنتع فيه أريد أحسه أريد هذا الألم اللي يمر أحسه هو جزء من الرحلة ما أريد أنساه برد بعدين صار حر وبعدها برد ما إن شاء الله عليهم الشباب واصلين تقريبا 25 ما إن شاء الله أمي وواحد بإذن الله و... بشي الهاشتاك؟ صراحة كنت أفكر أني الحين أكمل لكن بعد ما استشرت الشباب قالوا أني أفضل إن أخر شيء بعد الوقف الجاية راح أكمل إن شاء الله الحين بدخل معهم خالد وإن شاء الله ستكون سبب وقت هز ويا الشباب إن شاء الله بكمل نهاية إن شاء الله خالد وعثمان مع أنهم أنا عارف كمية الألم اللي صارت عارف أنهم وقفوا لأنه خلاص وصروا حدهم في آخر 15 كيلو أو حتى أكثر من 15 كيلو آخر 20 كيلو ركضوا معي ليش؟ لأنهم يبينوا لي إنه أحنا اللي بدينا معك أحنا بكم معك ما شاء الله عليهم يعطوه يعني دافع قوي إنك تكمل أمورهم طيبة بإذن الله أكمل وما يكفي يعني أنا عارف إنه خالد ما تلحبوه مسكن ألم عشان يركض هذه الخاصة شكراً عارف ليش؟ عشان يكونوا قدامي يقولوا لي ترحن بنوصله في بيت رابعة الله أحيان ما العضلاته بس هناك بس للأسف خانتني العبرة الشد مسكني الشد وطحت جداً جداً عذبني الشد هنا بإذن الله تعالى راح أقمل مثل ما وعدكم إن شاء الله راح أستمر حتى إلى خط النهاية بإذن الله في البداية كنت أحاول إنه أرجوك يعني عضيني مساحتي في البداية بس بعد هجر أستفكر إنه بس لحظة هو يسوي هذا الشي أعلمني كيف تكون صحة وعافية أعلمني أعلمني الصبر إنسان أنا ما أصبر أبداً ما عندي صبر من منظوره هو جاء تساعدنا من منظوري أنا في البداية أنك أنت ما تساعدنا تتصبرنا لمجرد ما غيرت منظوري إنه هو جاء تساعدنا تقبلته بالعكس حسيت إنه شكراً صراحة متوترة متوترة بس إن شاء الله يعني مؤمنة إنهم بيقصلوا بيعدني الميل واحد من أول ما بدينا الفكرة وقامت بنت إنه إنه هي تمسك السابور تيم وأنا واثق تماماً إنه ما في أحد يقدر سيب هذا الشيء مثل ما هو يام كل مسافة نحصل حد يزيد الحماس رغم التعب نعم تعب موجود شد ولكن يعني تجمعكم والقروب كلها مع بعض تنسى كل شيء يعني ما تريد توقف السبب إن هذه المجموعة الطيبة كلها موجودة يعطيكم العافية أتمنى إن شاء الله أن نتلاقظ محافظة أنا كانت معها أختي هاجر أختي هاجر طبيبة أشتغلت معها في هذا الموضوع رتبوا كل حاجة العلب بأسماء الأغراض اللي فيها بترتيبها في السيارة أنا أقوم مشاعر بالنسبة لي هي مشاعر أنه أنا إنسان محظوظ يعني أن نتجمع حولي هذا للناس وكنت بس أريد أشكرهم وبعضي إلى حد الحين أحس نفسي إن ما شكرتهم يعني يجيني ذاك الشعور اللي لازم تشكر شخص بشخص فلان أنت كذا كذا شكرا لأنك كذا كذا وفلان في ناس حتى ما يعرف اسماءهم في ناس حتى ما يعرف كيف بوصل لهم أصلا بالنسبة لك من اللحظة تحسني اللحظة بعد رفعت مستولد روناني معك إلى أعلى مستولد تحسني اللحظة اللي مرم ما أنساها أبدا اللي خلتني كأني شخص جديد توا داخل هي لما شفت ويآم وآدم وخواتي أنا شوف فيه فيه طاقة جديدة طاقة متجددة ما أعرف من وين جات بس فيه طاقة متجددة حسيت أنه أنه أنا جالسة أسوي هذا الشيء للجميع لنا كلنا كعائلة لنا كلنا كأصحاب لنا كلنا كمجتمع حسيت أنه هم جاسين للقضاء معي لما أشوف وجوههم كذا تعبانة ومرخقة وكلهم في هذاك الضغط حسيت أنه لا لا ما لا أنا تعبان كل حتى تعبان أخرى كلهم كلهم تعبوا معي يمكن تعبهم أكبر رائد فبدأت مرة من الزير يعني كني شخص جديد كني شخص جديد وعدها لما أطلقنا كان خالدي عثمان معي وأثبت لي هذا الشيء أنه أنه أنا ما بروحي أكلم مع بعض والله معرفة الشيء أبيو الصراعة أكف عليهم الشباب بأمانة فيه داوت كثير كان أن الشباب ممكن يواصلوا أو لا لكن اليوم أثبته أنه ممكن أي شخص عادي يوصل إن شاء الله لـ 1-01 وبتوفيق للجميع ونقولي كثفي لا أمال كثفي الحمبة بطلة أخر منظر أبذكره كان ظلام كان مغرب كنت بردان واجد كانوا الشباب قدامي عشان عشان يمنعوا الهواء البارد يصدمني كان خالد وعثمان قدامي كان كوتش مازن فلما أركض بآدم مع أنه في أكثر من شخص طال لي بس هذا الطفل ما يفهم اللي جاهز سوي الحين بالنسبة لي يفهم كل شيء قاعد يصير له الحين في خلايا في دماغه ترتبرت من بعضها ممكن هو ما يدرك كيف يستخدمها بعدين لكنه قصير هذا الشيء بتخليه إنساني مختلف تماما فهم؟ المناظر اللي يشوفها المشاعر اللي يعيشها ممكن هو الحين ما يدركها ما يقدر يفسرها لكنه يحس فيها من الكيلو رقم واحد لحد سبعة وتسعين ما هو ماين لحد ما وصل سبعة وتسعين رجولة ثنتين وقفا تماما يعني ممكن ما حد تكلم عنه أبدا وكان له دور واجد كبير هو كوتش هيثم هيثم الصالحي كوتش هيثم هذا جمن صحم أقول لي كمنت حبيبي والله العظيم حبيبي بطل والله لما شفت ترتب قدامي بطل والله ما وقفت عشانك بطل حبيبي شكرا 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 من الكيلو رقم واحد لحد سبعة وتسعين وهو ماين كان هذا صمته هو اللي كان تحتاجه تماما خ دائالة خ الله شكرا شكرا Tribe تبين لك من معك من ما معك من يحتم فيك حقيقي، ما كلام حقيقي وأنت في الحياة محتاج ناس حقيقيين اللي ما بس تتكلم، اللي تشتغل بصمد، مسكوت ما تشتغل تشتغل لأجل الفكرة تشتغل لأجل كنت لأنه تؤمن فيك كشخص تؤمن في الإجهة تسويه، ويشتغل ويخلص ويروح ولا كان شي صغير لما تدرك أنه في عندك ناس مثل هذولة جنبك، تعرف أنك أنت زال محظوظ تعرف أنك تقدر تهوي كتش ترى لألم شي حقيقي ما شي نقدر نهرب منه، وما من ما صرحتنا نهرب منه نحن ولدنا بألم وهذا لسبب، الله سبحانه وتعالى تجعله لسبب فما المفروض أنه نهرب منه ترى الحياة كلها في هذه 12 ساعات ترى الناس اللي يلتفوا حولك لأنك ما تقدر تسوي شي بروحه في الحياة تحتاج الناس تحتاج الناس يؤمنوا باللي تسويه عشان يكون لما أعرف بدأنا من الصفر ومشين للثلاثين والستين والتسعين فاصل خمسة ونحن وصلنا اليوم واحد ويكفي؟ ما يكفي ترى آخر شي بس انذكرت آدم قلت على الأقل أريده يطلع في بيئة تصق في هوايد مرتفع بس أقوى واحدة أنت كان يدور نسخة جديدة من نفسه وهذا اللي قابل لما وصل في النهائي وصل وحس نفسه إنه شخص جديد مرحلة جلوكوز مرحلة جلوكوز ترى آخر مرحلة جلوكوز موصد مجرد واا ما يكفي ها؟ صحيح؟ كشويتم هم ساكورترز المورفايلة ما قادر ما قادر خلاص ميت ميت احسن واحد بالحيان واجبنا بالعكس الفكر ابراهيم بطل آسيا بطل آسيا والجاي عالمي والثامن عالمي ويكفي مايكفي فكليد هو هاك خلاص بطل آسيا وجودكم مع وجود الشباب والدعمين على خير